إنه العراق بأبهى صوره ذك الشامخ رغم الألم الشاخص رغم الضباب القوي بوجه عاتيات الزمن كذلك هم ثوار تشرين تتعدد وسائل القمع وتضج المحافظات بدماء المتظاهرين ورغم هذا كله الثورة مستمرة وكأنه هدير دجلة والفرات لا ينقطع ولا يخفت ولا يكل من الجريان هو صوت الثوار بمليونياتهم المتتابعة من بغداد إلى البصرة مرورا ببابلة وكربلاء والقادسية والمثنى وميسان وذقار والنجف والأخيرة كانت الفصلة الأكثر دموية خلال الأسبوع والشاهد الجديد على دموية السلطة ووحشية أركانها نحن سلميين تلاحقونا بالسيارات والشمر تطلقونا علينا طلق حياة ليش؟ ليش؟ يعني أنا جاي طالب حقي وحقك يعني الدول الأجنبية تتحكم بين يعني أتعجب عليها أمريكا، إيران يعني كل هذه الدول يعني يعني إحنا ما لنهبه؟ عشرات الشهداء والجرحى سقطوا قرابين للعراق على يد ميليشيات السلطة في مشهد مروع وصادم تناقلته الشاشات وشهادات الناجين اخترقوا المظاهرات ورموا على المتظاهرين وصيطروا على ساعة الصدرين بالكامل مع رمانات جميع أساليب القمع البارحة استخدموها وصل القمع والطلق الشارع الأسكان، الشارع الأطباء والصيدليين إلى أن قاموا تصفط لاندقروزات تقمع بالوادم وهذا أمام أعين رجال الأمن ورجال الدولة ساحة حرب بين الطرفين غير متكافئين الأول مدجج بالسلاح يحركه هدف معلوم والثاني أعزل ومدجج بالهتافات وصور الشهداء طامح لوطن فكان الثمن باهظا برمانة، طبعا هذه موثقة بتصوير فيديو رمانة انشمرت على المتظاهرين وبعدها مباشرة بدأ علينا أطلاق النار هذا الشيء تقريبا صار ساعة خمسة ونص العصر أطلاق نار كثيف بداية كان عالي يعني فوق مستوى الرئيس تخويف لكن من شافوا المتظاهرين أنهم اتراجعوا صار الأطلاق قاتل على مناطق قاتل الرئيس والصدر أطفا على كل تلك التضحيات يفي المتظاهرون للشهداء بمواصلة الثورة فتوجت الشوارع والساحات بجمعة الغضب غضب لن يهدأ حتى يقتلع الطبقة الحاكمة في المنطقة الخضراء